اليوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوي 11 للمجلس فيما يتعلق بالحق في التعليم والشكاو المتعلقة بسوء الخدمات التعليمية في بعض المدارس وذلك بحضور ممثبين عن وزارة التربية والتعليم وعدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضوا خلال اجتماع اللجنة أمس ما ورد بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن منظومة العدالة معتبرين تدخلا سافرا على حد وصفهم وسط تأكدات باستقلال القضاء في مصر وموجهين في المقابل لانتقادات لمنظومة الشهر العقاري